القطاع الزراعي في تونس لم يكن بمنأة عن اغلاق البلاد وتقلص الصادرات بسبب الحجر الصحي العام في بقية دول العالم تأثر الوضع الزراعي يبدأ من صعوبة توفير اليد العاملة وينتهي باغلاق الاسواق الاوروبية والعربية وتقليص الرحلات التجارية الاسم دغلية الماء غلية الخدمة غلية اضطرت تونس الى بعث الروح في خط بحري مع ليبيا كان متوقفا لسنوات طويلة وهو مخصص لتصدير الفواكه المحلية وذلك لمحاولة امتصاص خسائر المزارعين الذين تضرروا من اغلاق السوقين الايطالية والفرنسية بالخصوص التصدير توهو حبس الجنرية حوني ملوحة توهو على خاطر ما عاش تصدي الغلية من تعلم الخضارة الدور السنة مثلا مش حتى الخضارة دور اتماتم السنة ربي يستر جائحة كورونا اثرت ايضا على برمجة موسم الزراعات حيث يبدو الفلاح في تونس متخوفا من التعويل على الزراعات التصديرية خشية تواصل الاغلاق في العالم لأشهر اخرى تخاف تمشي تتحرك الله لا يقدر بش تمشي تفرك اسم بلاسة بعيدة تجيب الكورونا وتجيبها للمنقة تبسيف عليك بش توقع تتاقف توقع تتاقف تخدم باللي اي انتي عندك وما تسيب الشيسينياتك ويلزمك تخدم مستجدات أدت إلى تراجع طفيف في أسعار عدد من المواد الفلاحية في الأسواق التونسية بسبب تراجع التصدير تعاون تونس على إعادة فتح الحدود البحرية والجوية مع أوروبا ودول الجوار من أجل استئناف تصدير المنتجات الزراعية فبقاء الوضع على حاله لأشهر أخرى قد يترك أثاره السلبية على القطاع الزراعي لسنوات مقبلة مراد الدالانسي تونس الميدين